جديدة بمكة المكرمة في وقف اليتين والله أن المؤمن لا يشبع من الخير قط ومهما يبذل ومهما يعطي ومهما يتصدق فإنك تتقرب إلى الله عز وجل هذه الأموال تدفعها والصدقات والأعمال الخيرية وأعمال البر وما يقربك إلى الله عز وجل إنما تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى يعني الله سبحانه وتعالى كما جاء في القرآن لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم فالإنسان يبادر قبل أن يغادر حقيقة اليتيم لحلين حق وهذه الفئة الله سبحانه وتعالى قال فيها أما اليتيم فلا تقهر والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافر اليتيم في الجنة كهاتي في أخواني دائما نحن نوصي أنفسنا ونوصيكم ونوصي من نحب لأنه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه في أخوان دامك الآن سيطر على مالك وشايخ على مالك قدم لنفسك لأن هذا المال ليس لك هو مال الله وبعد ما ترحل من هذه الدنيا سيكون للورثة لأصحاب الثمن وأصحاب الربع وأصحاب النصف وأصحاب السدس لا تقول أعيالي بيسوون فيهم خير فيهم بركة ولكن قدم أنت لنفسك ما دمت حيا تسير على الأرض فحنا في حاجة أن نتقرب إلى الله والله سبحانه وتعالى ما تقرب إليه عبد إلا وتقرب الله سبحانه وتعالى منه وجاء في الحديث القدسي لم يتقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته علي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وش النتيجة؟ ولئن سألني لأعطينه ولئن استعادني لأعيدنه والله يا أخوان على قدر ما ينفق الإنسان ويتقرب إلى الله ويتاجر مع الله على قدر ما يجيه التوفيق وعلى قدر ما يجيه شراح الصدر وراحة النفس وزوال الهموم وتنفيس الكروب بإذن الله سبحانه وتعالى أخونا الشيخ سياف بحكم أنك ناشط اجتماعي في هذا المجتمع المبارك نريد وصية لليتيم وللتبرع لوقف اليتيم لا سيما أنه في بلد الله الحرام في مكة المكرمة تابعنا الجمعية الخيرية بالجديد أبي مكة فضل طلب الله أنا أوصي نفسي أولا وأوصي إخواني أن نساهم ونضع لأنفسنا بصمة الشيء اللي نضعه اليوم بينفعنا بكرة حسنت لا تقول والله أنا ما عندي ملايين الكلام هو على أهل الملايين بس أنت لو عندك ميات في حسابك لو تصدقت بريال في هذا الوقف نص ريال ولا ربع ريال ترى بينفعك سبق أحياناً الريال هذا يسبق مليون إذا كان خرج خالص لوجه الله فاليوم الحمد لله نحن في هذه البلاد المباركة وأشياء رسمية ومصرحة من الدولة أحسنت وقدام عيوننا ونشوفها ويمكنك كذا رحت مكة تشوف الوقف هذا وترشد أولادك أحسنت الوقف هذا تراني شاركت فيه أنا وأنتم باسمكم يعني إيش أكمل من الفرحة هذه الله سبحانه وتعالى يقول وما تنفقوا من شيء يخلفوا سبحانه النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام ما نقص الصدقة من مال بل تزده بل تزده بل الريال اللي تنفقه ولا الخمسة ولا العشرة ولا المية ولا الألف ترى ما تنقص مالك إلا تبارك فيه والزيدة يخلفها الله بأحسن منها وأفضل منها لكن أحيانا الشيطان الشيطان يعيدكم الفقر يا رجال أنت بتدفع فلوسك تروح ما عاد يبقى عندك شيء صدق والله سبحانه وتعالى يقول الشيطان يعيدكم الفقر والله يعيدكم مغفرة منه وفضل تبي وعد الشيطان ولا وعد الله إلا وعد الله خلاص ابدل نفسك لو بالقليل نسأل الله سبحانه وتعالى إن شاء الله نفرح كلنا جميعا باكتمال هذا الوقف ونحط انفسنا وإخواننا وخواتنا والمشاهدين جميعا بالمشاركة في هذا الموقف نقدم لهم فوسنا نحصد جزاك الله خير يا شيء الحقيقة كان عندنا وقف يا شيخ سياف وليهون الأخوات أول ما بدأنا تقريبا قبل ثلاثة شهور كان فيه هناك وقف وبشر قفل هذا الوقت قبل لا ينتهي البرنامج والآن بدأنا في وقف آخر والآن اللي أنا أعرف قبل أسبوع كان باقي ألف سهم وظننا أنها انقصت وبشرقنا على وشركنا أنه يقف نحن فيه مجتمع مبارك مجتمع خير مجتمع يحب الإحسان يحب الصدقة يحب البذل جاءنا أحد الإخوان ذاك اليوم ذكرنا قصة جميلة جدا وعن فضل الصدقة يقول هذا شيخ من مشايخ القصيم يعني حجب الشيخ ابن الثيمين وشيخ من باس في وقته كان يدرس تلاميذه وفبريده يقول يوم جاء يوم من الأيام قال لي الرابع تعرفون فلان ابن فلان يقوله الشيخ قال بعض التلاميذي والله نعرفه يا شيخ يقول الرجل هذا عليها حوالي يعني ما هم منها طلبة العلم ولا هم من الناس المستقيمين منها الناس اللي يراتب اللي ماشي ياصل فاح يقول قال لي والله نعرفه قال لي الرابع لي يجيه منكم يسلمني عليها خليه يجيني أبغى وصل العلم الرجل هذا يوم أنه قال والشيخ يبيك قال بس أما بيقيم علي الحد ولا بيطقني ولا بيسجني ولا بي إنا لله إنا إليه راجعون كرروا الطلب الشيخ وعلموا قالوا الشيخ يبيك المهم يوم جاء يوم من الأيام ويجي يوم خلص الدرس قال يا شيخ أنا فلان ابن فلان أنت بيني يا شيخ قال أنت فلان قال نعم قال ياولدي قرم مني يقول يوم قرم مني قال ياولدي وشا العمل اللي بينك وبين الله قال ليه يا شيخ قال ياولدي تكرر علي رؤيا تبشرك بالجنة واليوم تكفي ياولدي يعلمني وشا العمل اللي قرم كلا الله حتى جعتني هذه المشارة في المنع قال يا شيخ إلا ما تبي مني شيء من أمور الدنيا ولا شيء قال لا والله ما بيبنك شيء قال جلي بيني وبين الله خل بيني وبين الله يا شيخ سلام عليكم يقول وطلع من عنده الشيخ يقول خذوا لمثلات أيام وتوفي هذا الرجل يقول در الشيخ وحزن عليه قال الزوجته يذهبي إلى زوجته وهله عزيهم وبلغيهم تعازينا واسألي زوجته وش الخبيئة اللي بينه وبين الله أكيد الزوجته تدري عنها طاحت المرة لزوجة الشيخ وعزت في هذا الرجل وبلغت تعازي الشيخ لهله وقالت لمرته يتسلم عليه سي الشيخ ويقولوا وش العمل اللي بين فلان وبين الله علمي ناب الرجال أفضى إلى ما قدم والرجال إن شاء الله بيرجول له خير قالت والله ما خبر لعمل واحد في يوم من الأيام وهراج اللي الدينة منول العرب ليجعوا قبل عصر اللي سار حم بحلاله واللي له لزوم يتغانمون الدينة يدخلونها لأن البوابات والدراويز تسكر يقول المهم يوم جاء يوم من الأيام يقول له والله العربان داخلين الدينة وله في حرمتين أن يوم راحا طلعا من الدينة وراحا وابعدا جن وراء ذاك الحبس وجن معودات تبع هنا الرجال هذا اللي نعرف بيتهم وعود للمسان اللي راحا له ويوم جاء له المكان لو الله في جيفة بعيرة جلكم الله لهن قطعات منها لحم وماخذاتها وراعات أيتام في البيت دارا أنه لاحقهم جوع جاء للم روتا قالوا واش عنده سكات عندي تمر وعيش قال للم ليلي مخرفين مخرفين حطي فيه تمر ومخرفين حطي فيه عيش يقولوا راح في الليل وطق عليهم الباب وردت عليه واحدة من النسوان قالت من عند الباب قال فاعل خير قالت فاعل خير ينجي آخر الليل قالت جاء لاخذوا الحاجة اللي عند الباب يقولوا خذوا هالمخرفين العيش والتمر ولا خبر عنده من العمل إلا هذا العمل اللي قدمها لهالأيتام فاليتيم الصدقة والتبرع لليتيم وكفالة اليتيم ترى يا أخواني أمرها أمر عظيم أمرها مهم بسيط لذلك بادروا يا أخواني الله جعل هذا الخير بين أيدينا اليوم وحنا اليوم في ساعة من أمرنا والأمور بين أيدينا والعزي كلف من أول ما كان يوقف إلا التجار وأصحاب رؤوس الأموال اليوم يا الله لك الرحمن تقدر توقف ولو بعشرة ريالات بعشرة ريالات تحولها من حسابك إلى حساب الجمعية ومعلومات الجمعية ظهرنا على الشاشة الآن ما تقول يا أبو عبد الرحمن أبو الله قلتوا ما شاء الله جبتونا من الرويات التي تصلي عشنا جوها وعشنا فيها المجال لكن اللي بنقوله للإنسان أنه يقدم قدام بكرة لا يقدم عنه إذا غاب هو وهذه حاصلة الآن الحين الإنسان مجال أنه يقدم وبكرة يجينا تصدقون عنك بنيت عنك لكن الأفضل أنك تقدمها أنت بنفسك دائمك حين ترزق دائمك حين ترزق طبعا ما والله ما عندي كلام نزيده عن كفالة اليتيم من الكلام اللي أنا سمعته منكم لكنها باب من أبواب الخير والناس بإذن الله يعني الناس صارت عندها وعي وصار عندها عرفوا أن علاج المرضى بالصدقات اللي عنده مريض اللي يبي الله يصلح لها ابناء اللي يبي الله يفتح له باب رزق وهكذا كل الأمور هذه متاحة والناس اليوم والله من فضل ربي وجوده وكرمه أنهم صاروا واعين يعني إحنا نذكر الآن وفيه ناس والله أنهم أحرص مننا حين نذكر على باب الخير وعلى المساهمة في كل باب خير الله ولذلك الموفق والله يا إخواني من وفقها الله عز وجل وحط لها بصمة في كل علم طيب وحط لها أثر في كل علم طيب لأن الحياة قصيرة كم من عيش الف سنة ولا ثلاثمائة سنة أعمار أمتي بين الستين والسبعين وقليل منهم من يتجاوز ذلك هذه ذلك الإنسان يبادر فيها الأعمال القصيرة والأعمال الخيرية والأعمال الصالحة التي تقربها إلى الله ماذا تقول يا أبو خالد؟ الله سلام تقولي ابن عدم إلى غادر الدنيا لو حصل له يرجع الحياة مرة ثانية لا أقال بصلي يقوله عدني الله ما حيني أتصدق أتصدق نعم فأصدقها باب خير كثير والإنسان يجب أنه يبادر قبل يغادر ولا تنتظر أحد يقدمك أن تقدمي الإنسان ولا تحتقل شيء يمكن ريالي يسبق مليون فنحث ذلك بسنة وخوانا للمشاهدين يتبر عبي ما قادوا وهذا فيه شيء يسمى اليتيم واليتيم مسئولية المكتبع كله وفيه وقف في مكة المكرمة أشرف بقعة في الأرض أنسى الله سبحانه وتعالى لكبور من القميع وسلامه الله يوفكك يا أبو خالد أبو صالح مرحبا أشتوصي الناس في مسألة كفالة اليتيم أقول المال ما للحي القيوم الله خلق من عدم إلى وجود يا أخي وكتب رزقه وكتب انفاسك وكتب لكن يوم من الأيام يقول الله فلان غادر الله يرحمه فما نعلم وش قدام وش وخار لكن ولو ما دام منك شحيح بهذا الدنيا وقادر على لي تمد مت يا أخوي خليتك دسمة لا يفوتك ترى إن شاء الله الوقف بإذن الله أن يغلق بإذن الله يوم من الأيام يجي مثل مثل الوقف اللي مضى جاء له مسل ما نقوله شبقي قال بقي هالكث قال عنده أبو فلان والحمد لله ترى يجيه واحد يبي يشيله مرة وحدة لكن أنت شارك شارك مدام تقدر حال حين ولا الوقف إن شاء الله بإذن الله أن ينتهي وحاسبوا أنفسكم قبل الحزاء وأنتم سالمين زاك الله خير مصارح ومارك الله فيكم وعلي الرسالة والشكرة وشيء كل يوم وحنا نوصيكم ونوصي أنفسنا وشهد الله أن أريد لكم الخير مثل ما نريد أنفسنا الحمد لله الأخت لا أذكر اسمها صاحبة الجو لأنه رسائلي دائما علي الرسائل بالليل والنهار وأسأل الله لا يحرمنا ولا أنتم العزاء وأكثر من يقول ما نذكر صاحبة الجو فالله يتقبل منك وإصلاح الكمية والذرية وإشف مرضاكم ويعاف من بتلانا ومبتلاكم وجميع المشاهدين إن شاء الله مقبولة والله يخلب عليكم الخير الشيء الأهم سألتي تقولين الوقف الأول الوقف الأول مثل ما قال مقدمنا العزيز انتهى من حوالي ثلاثة سابع تقريبا وهذا الوقف الثاني وفي نفس الجمعية الخيرية بالجديدة الوقف الأيتام واللي أوصي نفسي وأوصيكم بالتصجب لو كبه القليل ولا بالكثير أنت تقولون عني وعن نصرتي وعن ذريتي وعن والدي وعن جميع المسلمين يذكر في وقت ليس بالبعيد إن فيه شخص يطلب متوفي طبعا من أحد أقرباه إنه يقول فلان يتصدق عنه فجاء بعدين وظهر نتصدق فقال أبد لا يتعب نفسه فلان يتصدق علينا بعد كل فترة فلان هذا ما هم من جماعة هلا الله قال وماذاك وكيف قال يذبح صدق أهل الله ويقول عني وعن سرتي وعن جميع المسلمين فضل الله واسع ففضل الله لا تحجرون واسع يعني أنت برأت بريال أشترك المسلمين معك أشترك المسلمين مع عيالك وعيالك كم عنده كم دفعته كم تبرأت به والله عنده أكثر الله أكثر تبرأت مليارين وشوي إذا قلت عني وعن سرتي وعن جميع المسلمين مليارين وين المليارين فعند الله الخير كثير ويوم عند الله خمسين ألف سنة مما تعدون بمعنى يعني لو تحطي ريال اليوم أكثر من خمسين ألف الله يضاعفوني من يشاء الله يضاعف المشاء وينميها كما ينبي أحدكم في لوة فلذلك ابدلوا بما تستطيعون والله أنا لأزال أذكر حاجة وما يدلون أخويانا قطينا في حاجة بقي ليلات وريالات وكذا الزمان قلت والله ما أنا ما أعطيكم ياها قالت أنا كم أسموحي بعد والجزاكم الله خير خلوا أني أخذ باي حاجة من هنا رحت وراء الجدار وحولتها الجمعية عندي الحمد لله كذا وقلت عني وعن زملائي وعن كذا صدقت وما يدرون لكن رائحة يعلم الله سبحانه وتعالى ويضاعفها لا حرمت الأجر وهم فكروا معطوني إياها ويشهد الله أني حطيتها بالجمعية الله يزاك خيري طرح كلامك يا أبو علي وليه الأخوان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشيني أم لحيني أقراني كبش اندبح وقال عن محمد وعن آل محمد وكبش اندبح وقال عن محمد وعن من لم يضحي من أمة محمد فضل الطواسط إنما هي أعمالكم ووفيها لكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا ينمنى إلا نفسه فظل ابو مشبب فضلك وفضل من أسمع أول شيء يطوي للعمر فلاذكار واقده وربما أن الناس كلهم إن شاء الله أنهم متعلمين وفاهمين لشيء هذه ولكن اللي أقول أنا اللهم صلي وسلم على رسول الله والله يومي تصدق الواحد صادقة لو مغير ريال واحد أو يمط أذى عن طريق أو يصلي في جماعة أو أنا من الناس اللي والله أني أشوف أشوف هذا الحاجة أنت سمع مني إذا فعلت صادقة سواء قليلة سواء كثيرة أني أعرفها في سيارتي وفي جسمي يشهد الله وفي الدرب اللي أنا أمشيه أنه يتنور الدرب وفي ساعة بالي ساعة بالي أنا وأعرفها حتى في أسرتي صحيح ليش لا أنهم يجون من يوم أشاهدهم ووجيهم كلها من وراء من فضل الله الواحد لحد أي شيء الإنسان تقدمه لنفسك وعنك وعن والديك وعن أسرتك وعن المسلمين كافة الحيين والميتين هذا بإذن الله أن الله سبحانه وتعالى يجعله مضاعف وينفعك به يوم لا مال ولا بنون إلا مناط الله بقلب سليم فسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن الله يدل كل من يسمعنا وكل من يشاهدنا وكل مسلم ومسلم وكل من نحبه وكل من نعرفه وكل من لا نعرفه أن الله يدلهم الدرب الخير وأن الله يجعلهم إن شاء الله من المتصدقين عند رب العالمين وصلى الله وسلم زاك الله خير أبو فهد حضر اللي عندك فيها بيات سم يقول المال ضيفه ونت نازل ورحال يا سلام ولبد من يوم أن تشد الرحالي والمال ما قدمت في يوم الأهوال والمال ما قدمت في يوم الأهوال واغلم حياتك قبل يوم الزوالي يا سلام واغلم حياتك قبل يوم الزوالي وبيصير لك مع سيد الخلق من زال كفلة الأيتام خير الكمالي هذه نصيحة مخصم من كل الأحوال نور مصيرك في وحيش الهياء يا سلام 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 هذه بنت الباحة تسلم عليكم وكثير السلام وتقول لي نفس الأول قلت نعم قالت تبرأت بشيء بسيط ولكن ادعو لي إن الله يصلح لني وذريتها أسأل الله أن يصلح نيتها وذريتها ويخلف عليها ما عن فقط خيرا إنه على كل شيء قدير الصلاة ضار وسطيب علي الصلاة باقي شوية كم باقي؟ والله قريب خلني تأكد أحسن أربع؟ تقريباً أربع وخمسين يعني باقي كم أربع دقائق؟ حول أربع دقائق لا أكثر شوي على كل حال حنا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة في هذا اليوم وهذه الأمسية الجميلة التي طابت لمتابعتكم وطابت بضيوفنا وزملائنا في هذا المجلس مجلس النشامة الذي هو للنشامة ومن النشامة وإلى النشامة نرجو أن نكون قد قدمنا ما يرضي الله سبحانه وتعالى ثم ينال استحسانكم ورضاكم وإلى لقاء غد بإذن الله في نفس الموعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة